في شهر فقط في شهر كان عندنا لقاء مع مدراء الولايات العشر مدراء في يوم دراسي حول أولا عرض الواقع واقع الولايات العشر وأيضا آفاق الولايات العشر وناقشناها مع الطاقم الوزاري الموجود من مدراء مركزيين ومفتشيين إلى غير ذلك وكان هناك ارتياح كبير لهذه الولايات يعني من خلال اهتمام الوزارة بهذه الولايات والحاجة الجديدة في الولايات هذه وأن كثير من المراكز والمعاهد الآن في الولايات العشر مسخرة لكثير من القطاعات أعطيك على سبيل المثال قاعات المحاضرات وقاعات الأخر ستستعمل الآن لكل القطاعات لأن الحاجة المليحة في قطاع التكوين وتعلمها اللي كانت وأن في كل بلدية كان عندنا مركز أو معهد تكوين ولذلك ما صبناش مشكل في الهياكل ما صبناش مشكل في الهياكل صحيح ربما نقص في الوسائل والآن نتدارك هذا النقص لأن كما قلت لك في السابق أن هناك كثير من التخصصات ستجهد هذه الولايات العشر وخاصة التخصصات المتعلقة بالمعادن تخصصات متعلقة بالطاقات المتجددة التخصصات المتعلقة بالفلاحة عندنا في المنيعة تخصصات للفلاحة بامتياز عندنا في تقورت تخصصات الطاقات المتجددة بامتياز يعني ولايات العشر الآن في إليزي في ابن عباس في كل الولايات العشر هناك اهتمام للوزارة صحيح تحتاج إلى دعم للقطاع وهذه نذكر به للمشاهد الكريم هو حجم حجم يعني حجم الدولة الجزائرية في الإمكانيات وهذا أيضا نشير إليه دائما في توجيهات سيد رئيس الجمهورية في كل اللقاءات وفي كل المناسبات في أن يكون قطاع التكوين والتعليم المهنيين من القطاعات الرائدة التي لا بد أن تجد مكانها في المجتمع